تبقى معنا مراسلتنا من الخرطوم سيهام سعيد سيهام أهلا بك هل يمكن الحديث في هذا التوقيت عن شخصية أكثر من غيرها حظا في خلافة الصادق المهدي نعم مرحبا الآن يبدو الوقت مبكرا جدا للحديث عن أي شخصية يمكن أن تكون أو أي اسم يمكن أن يكون الأوفر حظا في الفوز برئاسة حزب الأمة ظل راحل الصادق المهدي يقود الحزب منذ سنوات بعيدة أكثر من خمسين عاما ظل صادق المهدي رئيس لحزب الأمة وبرغم أنه عمل على تطوير الحزب وتطوير مؤسسات الحزب وعمل على أن يكون هناك ممارسة ديمقراطية داخل الحزب إلا أن البعض ينتقده باعتبار أنه ظل لمدة أكثر من خمسين عاما هو رئيس للحزب ولم يتح الفرصة لشخص آخر كي يتولى الحزب ما أدى للعديد من الانشقاقات داخل الحزب إذن لا يوجد الآن اسم محدد يمكن أن يكون هو الأوفر حظا ولكن يبدو أن هذه المؤسسية التي أسسها الصادق المهدي وهذا النظام القوي الحزبي الذي أنشأه لحزب الأمة يبدو أنه الآن سيكون في اختبار حقيقي لمعرفة مدى قوة هذا النظام وقدرته على الحفاظ على التماسك حزب الأمة وقدرته على إفراز شخصية يمكن أن تكون بنفس كريزما الصادق المهدي إذ أن الرجل عرف بشخصيته القوية التي استطاعة من خلالها أن يكون نشطا لسنوات طويلة فقد برزة لساحة السياسية السودانية منذ ستينيات القرن الماضي وظل في نشاط سياسي مستمر منذ ذلك الزمان عرف أيضا بتأملاته بأفكاره بكتبه بنشاطه في مختلف المجالات داخل وخارج السودان وبعلاقاته الواسعة إذن مسألة أن تجد شخص بنفس هذه المواصفات لقيادة حزب الأمة هي مسألة صعبة ولكن يبدو أن حزب الأمة في اختبار حقيقي لاختيار شخصية تقارب في صفاتها ربما شخصية الصادق المهدي سيهام سعيد مراسلتنا من الخرطوم شكرا جزيلا لك